ساعات حاسمة في مصاري الصفقة المنتظرة بين حماس وإسرائيل تقدم في مصاري التفاوض كشفت عنه وكالة رويترز التي قالت إن حماس اقترحت صفقة تتضمن ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما ويتضمن الاقتراح صفقة تبادل للمحتجزين واتفاقا على إعادة إعمار قطاع غزة وانسحابا كاملا لجيش الاحتلال من القطاع وفقا لرويترز فإن رد حماس على الصفقة المحتملة شمل إطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن التاسعة عشر من غير العسكريين والمسنين والمرضى مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما والمرضى الذين اعتقلوا حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق ويطلق صراح المحتجزين المتبقين خلال المرحلة الثانية على أن يتم تبادل الجثث والروفات في المرحلة الثالثة وبحلول نهاية المرحلة الثالثة تتوقع حماس أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب بشكل كامل حماس قالت في ملحق إضافي بحسب ما نشرت رويترز إنها ترغب في إطلاق صراح 1500 أسير فلسطيني من أصحاب المحكوميات العالية في سجون الاحتلال من جهته أعلن إعلام إسرائيلي أن رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو دعا قيادات سياسية وأمنية إلى اجتماع موسع لبحث رد حماس على الصفقة فيما أشارت مصادر عبرية إلى أن حماس طلبت ضمن ردها على الصفقة تحسين شروط الأسرى الفلسطينيين في السجون بالإضافة لبنود أخرى تخص المسجد الأقصى ما يؤشر على لحظات حاسمة تشهدها هذه الصفقة المحتملة التي كانت حماس قد أعلنت في وقت سابق أنها سلمت ردها على اتفاق الإطار لقطر ومصر بعد تشاور القيادات في الحركة إضافة إلى فصائل المقاومة ترجمة نانسي قنقر